موسيقى صباح الخيرات لكل الصديقات والأصدقاء اللي دائما بيشاركونا بمشوارنا الصباحي اللي بيتجدد معكم بكل يوم سبت بحلقة جديدة من انتي أدهر موسيقى حابب بداية حلقتنا اقولك العام وانتو بألف خير لكل حدا معنا على البثء المباشر او عم يسمعنا على الاف ام بما انه اليوم حلقتنا بتكون بوقفة العيد ان شاء الله بتقضوا عيد واجازة سعيدة جميعا موسيقى لكل الصديقات والأصدقاء اسمحوا لي ببداية حلقتنا نروح معكم للفقرة المسجلة ونرجع بعدها لنحكي عن مشاريع نسائية مميزة بدأت من الصفر ووصلت للمكان اللي هي بتتمنى موسيقى اسمحوا لي نروح مع بعض لحتى رحب بضيفتي الأستاذة روبا غانم وهي ناشطة ومدربة نسوية أهلا وسهلا فيك معنا أستاذة روبا أهلا وسهلا وشكرا على الاستضاع سعيدة دائما بوجودي معكم أهلا وسهلا فيك معنا خلينا مباشرة مباشرة نروح لحتى نحكي عن طبيعة مشاركتك مع الاتحاد الأوروبي كمدربة وشو اللي اشتغلت عليه تمام هلا بالنسبة لسؤالك حول طبيعة مشاركتي ضمن مشروع تنفيذ الأجندة المشتركة اللي منهضت العنف ضد النساء والفتيات وبناء السلام المستدام في سوريا أهلا بحب أني شير إلى أنه أنه مشاركتي الأولى كانت هي كمدربة في البرامج التدريبية التي تم تنفيذها بالإضافة إلى كوني أحد العضوات فريق المناصرة الجندري الذي تم تشكيله أيضا ضمن هذا المشروع بالنسبة للبرامج التدريبية التي شاركت أو كنت مشاركة فيها ضمن هذا المشروع كمدربة أنا بشوف أنه من وجهة مظري هي ذات أهمية كبيرة لأنها كانت بمسابة مساحة حرة وآمنة لطيف كبير من النساء السوريات من المناطق الجغرافية والخلفيات الثقافية والاجتماعية والدينية والعرقية المختلفة في سوريا الذين اجتمعوا في هذه المساحة لتناقشوا في قضاياهم المشتركة وليضعوا خططهم الشخصية وخطط منظماتهم المستقبلية لمناهضة جميع أنواع العنف في مجتمعاتهم المحلية كذلك كان هناك نوع من التدريب شاركت به وهو تدريب المدربات حيث استطاع هذه التدريبات خلق كادر من المدربات القادرات على تنفيذ البرامج التدريبية المتعلقة بالأجندة النسوية المشتركة ضمن مجتمعاتهم المحلية وهو أمر أرى بأنه في غاية الأهمية نظرا للخطورة والخصوصية التي بدأت تتسم بها هذه المجتمعات باختلاف قوة أو سلطات الأمر الواقع المسيطرة في هذه المناطق أستاذ روبا هل قدرت من خلال هذه التدريبات والتعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدة للنساء؟ طبعا المشروع استطاع قام بتنفيذ عدد من أشكال مختلفة من الدعم للنساء فبصلا على سبيل المساعدة كما ذكرت الحضرتك كان لدينا هذه البرامج التدريبية كان لدينا فريق المناصر الجندري اللي هو متألف من 25 امرأة سورية من المناطق المختلفة واللي أنا بشوفه هو نافذة استطاعنا أو استطاعت أصوات النساء في المجتمع السوريات جميعا وأحتياجاتهم أن تصل إلى صانعي القرار على المستوى الدولي كذلك قمنا بتنفيذ الكثير من جلسات الحوار والتي هي أحد الأشكال التي تعزز الديمقراطية وتحدد الاحتياجات الحقيقية للنساء بالإضافة إلى أنه كان قد تم إجراء دراسة لتحليل واقع الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية للنساء ووضع خريطة بأسماء المنظمات والمراكز التي تقدم مثل هذه الخدمات طبعا بالإضافة إلى أنه كان هناك مجموعة من المبادرات التي تم تمويلها ضمن هذه المشروع مبادرات صغيرة للمنظمات التي تعمل على تقديم مثل هذه الخدمات لتكون قادرة على تغطية عدد أكبر من النساء المعنفات بدي هنا أوقف عن كل هذه النشاطات التي تعتبر هي داعمة للنساء تم تقديمها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي برأيك كيف ممكن نشوفها بالأيام القادمة تثمر هذه التدريبات التي حصلت عليها النساء؟ هلأ أنا بحب أكد بأن المعرفة قوة والجهل ضعف وأنه فيه تجهيل متعمد للنساء على جميع الأصعدة الثقافية والسياسية والاجتماعية والإديولوجية على جميع الأصعدة ولذلك أنا بشوف بأن أي جهود ترمي إلى أعطاء المعرفة أو تقديم المعرفة للنساء هي في الحقيقة مساعدة مباشرة لهنا فمثلا إذا فكرنا بالتدريب الناشطات فنشوف بأن هذه المعرفة أو هذه التدريبات تزيد من معارفهم معارفهم وقدراتهم المهنية للمناصرة لقضايا النساء بشكل أفضل للتدريب بشكل أفضل وبالوقت نفسه نجد بأن هذه المعرفة أيضا أو التدريبات أو المعرفة التي تقدمها التدريبات تساعد النساء السوريات جميعا بدون استثناء على معرفة حقوقهم المطالبة فيها ورفض جميع أشكال العنف الملقات عليهم أو الممارسة عليهم سواء على الصعيد أو في الحيز الشخصي والحيز العام طبعا أهمية هذه المساعدة أيضا لا شك فيها بأن تقديم خدمات الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي تساعد هؤلاء النساء في حل مشكلاتهم بالإضافة إلى أنها تخفف من الأعباء الاجتماعية والنفسية عليهم ولا سيما في ظل ندرة المراكز والجهات التي تقدم مثل هذه الخدمات في السياق السوري بدي تشكرك أستاذ روبا لأنك كنت معنا لليوم وشاركتين هاي التفاصيل عن طبيعة الدعم المقدم من قبل الاتحاد الأوروبي والمشاركة والتعاون اللي عم يتقدم للنساء كل شكرا جزيلا إلى اللقاء صباح الخيرات عن جديد وتحياتي للكم جميعا اسمحولي روح مباشرة لحتى رحب بضيفتي الأولى اليوم معي بالستوديو بالستوديو روزانا الرسامة حلل مقدم صح؟ صح حالة أهلا وسهلا فيك معنا حلل اليوم بإنتياد أهلا وسهلا أهلا فيك يا حبيبي حلا وسهلا حلا يعني أنا بعرف حلا بس في كتير اليوم ناس ما بتعرف بيعرفوا حلا على الإنستجرام وهلا رح تتعرفوا عليها أكتر معنا بس اليوم حابة أنا أنه الكل يعرف مين حلا حلا كل حدا اليوم بتعامل معه بيعرفها من خلال فنة ولكن بدنا نعرف منك عن حلا أكتر لا حلا أغلبا بقولولا حلا حسب الكتاب الموجود على الإنستجرام أول شي أنا حلا مهندسة ديكور خريجة فنون جميلة الفنون جميلة تطبيقية حلب قسم العمارة الداخلية أم لثلاث فنوتات جيت من عشر سنين إدعاشر سنين على العنتاب وبلشت هاي الرحلة طبعا أنه أنا بدي أنا أضل وأضل وبيدي أثبت موهبتي بدي أثبت أني أنا أم وأثبت أني كلهم سوا الدون وقد صعب وقت اللي واحد فعلا يقرر أنه هو رح يعمل كل هاي القصص ما أنه سهل أبدا أمه ومشروع خاص يعني تكوني عم تشيلي أكتر من مهمة وأكتر من دور ما أنه سهل صحيح؟ صحيح الله هو الدعم أحيانا بيدي عن طريقهم هنين عن طريق الأطفال نفسهم عن طريق شريكك زوجك عن طريق أهلك الدعم المتواصل أنه ما تنسي أنك كتبتي ما تنسي أنك أنت بكيتي يا مع المشاريع يا مع أنه ما لحقتي يا مع أنه ركضتي هدولة ما تكبيهم هيك كرمال أنه أنت صرت يأم يعني فسبحان الله كنت دوما أرسم تجيني أنه طلبات رسم كرمال ما أنسى وشوي شوي شوي شتركت بكتير معارض معارض ورد معارض كان زمانات ومعارض مصر بتذكر دانتيل أوله أول واحد معارف بعدين وصلت لمرحلة أنه خلاص صرت بالنسبة لعنتاب معروفة خلينا نعرف أكتر رمى عفوا حلى رسامة بترسم كاريكاتير وهذا اللي يعني يمكن بيميز اليوم حلى عن طرق الرسم اليوم ممكن نشوف أكتر من حدا بيرسم ولكن حلى الكاريكاتير اللي بترسمه ورح يكون معنا استعراض للصور اللي هي رسمتها بشكل كتير حلو حلى بترسم بأكتر من طريقة وبأكتر من نوع من أنواع الفنون خبريني أكتر قامت حلى اكتشفت أنه هي عندها هاي الموهبة طبعا أنت يعني خريجة هندسة أكيد بس في شي منحس فيه بقبل هاي المرحلة أو ما نتعرف عليها كاريكاتير بالذات بما أنه أسقطنا الضوء عليها منها لسبوتلايت بالنسبة لكليتنا بكلية حلب مندرس عشر اختصاصات متنوعة من أزياء من نحط من جرافيك من أعلان من ديكور بالسنة الأولى بعدين منختص حسب طبعا العلامات بقسم الأعلام بالذات كان في هذا الكاريكاتير كاريكاتير، التحريك، رسم الشخصيات الكارتونية أنا بالنسبة لي اختصت ديكور بعد السنة الأولى بس كنت أمرأ من قسم الأعلان أشوفهم شلون عبيرسم كاريكاتير طبعا زملائي موجودين اللي هلا هون بيعنتها بيرسموا وبيشتغلوا على الكارتون وبشتغلوا على هذا الفن بالذات فكان عندي شغف لأله أشوفهم هيك بحب جمدت الموهبة عن طريق رسم المصائط عن طريق رسم المقاطع الواجهات بكل نسبة لقسمنا بالذات بعدنا شوي عن الرسم صرنا أقرب للهندسة الهندسة خلينا نقول للعمارة بالذات حسيت أني لا أنا بميل لهنيك أكتر لقسم الأعلام رغم أني أنا كتير كنت خلال فترة تلك اللي أنه لا أنا بدي ديكور بتعرفين نحن هيه هندسة هندس ديكور تماما فلا بالأخير سبحان الله الشغف اللي يطلع أول كاركاتور رسمته لزوجي أهو فإنه واو أمو متقلي واو أخوي إلي بليز رسميني فشوي شوي حبيت صارت الفقاتي معارش كذا أنه حلا بليز بدي كاركاتور ما كان حدا ينطقت كمان مو كل حدا بي شوفي أبا اللي يحب هذا النوع من الخدم فيه في كاركاتور ساخير لدرجة كبيرة كبيرة أنه يدايق لا بحاول أني بنعومة أني ألمس شخصية أي شخص أنه بيأش بيتميز بيأش هو متصالح مع هاي الشغلة اللي هو بيتميز فيها بحاول أني أنزلها وبلشت يمكن أول رسمة أعلق لي عليها عمر مسكون صارت أنه الكل إنه واو وأنه حلا كتير حلوة كانت رسمة عادية يعني ورح نستعرضها هلأ كمان على البث المباشر حتى يشوفوها كل حدا يعني عن شو عم نحكي بالتفاصيل اللي بترسمها حلا حلا اشتغلتي على تطوير أكيد المهارات لأنه كمان الرسم مثل ما قلتي من بعيد عنه بيقولوا الإيد بتتقل بتبطل يعني تكنيك هو يعني شخطة الألم بتبطل تكون هيك بهاي المرونة والليونة اللي بتعطي هذا الدفع بالرسمة صحيح الخطوات اللي اشتغلت فيها حلا لحتى هي فعلا تطور مشروعها أو تطور من نفسها أولا هلأ حاولت أني أطور حالي عن طريق أني أجيب جهاز الواكم اسم خلينا نقول الكتروني ما حبيت حسيت أني أقرب للألم والورقة فيك تطوري حالك أي شخص عن طريق اليوتيوب عن طريق صفحات موجودة على إنستجرام للرسم في التكنيك باختلف من رسام لرسام مثلا أني أنا مثلا رسمت مساحة بالألم الرصاص فيني أمدة مثلا وأنا هذا ما بحب هيك بإصبعتي في ألم قطن في محرمي فهذا بيختلف من رسام لرسام وأحساسه صحيح ايه تماما فيعني إنه أي فيعني انتقلت حالة بهي التفاصيل وين أكتر بورتريه ولا كاريكاتور ولا وين حالة أكتر الشيء تكون بحب الدمج بين الواقعي والكاريكاتور يعني أدخل التفاصيل الواقعية إنه أنت مثلا كنور عيونك يطلعوا معي تمام ما شاء الله وشخصيتك تطلع بس بنفس الوقت وقت حدا يشوفها يلاقيها إنه هي كرتون ميواقعي يحتار بين الواقعي والكاريكاتور هذا اللي أنا بحبه وبتكوني هيك أقرب أقرب كيف كانت الأقرب وقت اللي حالة يعني بلشت ترسم صديقاتها أنا متابعة حالة على انستجرام فحالة بترسم صديقاتها بتفاجئوا إنه بالرسم الكاريكاتور كيف كانت كلهم بيحبوا أو لا بصراحة بتمو إنه مفاجئة بيجي أكيد تلميح رسميني 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 بعدين بصير إنه تسورف رايز بصير فيعني عم شوف يعني وأنا كمان مثل ما قالت عم نستعرض الصور اللي حالة اشتغلت عليها الألوان اللي بتدخلي فيها بالرسومات بتكون بشيء يعني مختلف بكل مطرح أي هلأ بدمج بين الألوان المائي استخدام الرصاص استخدام الحبر أحيانا تنقيط طلعين بنقطع بألوان الأكريليك فيه كتير مواد هي عبارة عن كرتوني بستخدم عليها بس مواد ممكن تستخدم على شاصية على لوحات كبيرة مثل ما قلتلك هادا تكنيك بختلف من رسوم رسوم جربتي ترسمي لوحات كتير كبيرة طبعا فيه بعض تلك لوحات الأحصينية هادول كبار كتير وفيه عندي كان بالبيت غزالين كمان باعوا واحد بطل واحد هلأ هادول إياسات كبيرة إياسات كبيرة نروح شوي لنحكي الموهبة اليوم تحولت كمان بشكل أو بآخر لمشروع خاص حالة اليوم عم تستفيد منه اقتصاديا عم تطور هاي المهارة والشغف بحب الفن والرسم ليكون مشروع خاص نحكي شوي شلون تقلتي اليوم كتير ناس وكتير صبايا فعلا بيكون عندها موهبة بس هي ما بتعرف تنقلها لمطرح تاني كمان تستفيد منها اقتصاديا هلأ بتلعب هاي الدور بالنسبة للمادة بالثقة إنك أنت تسقي الناس اللي حواليك تسق فيك إنه أنت مثلا أنا بالنسبة إلي حبيت أني يعلم الأطفال وقت حواليك كلهم بيوسقوا ويسلموكي طفل لتعلمي أنا برأيي هاي الرسم هو عبارة عن شي كتير مهم بينقل مشاعر طفل بينقل أحاسيسه إن كانت سلبية أو إيجابية بأسقط على هاي الورقة بينقل شو هو بحبي يتمنى يصير شو هو بيكره فوقتي سلموكي طفلون لأنت تدرسي شخصيته قبل ما تعلمي الرسم وتعلمي التكنيك وتحبيبيه أو تنفريه من هاي اللي خلينا نقول مادة فهي مسئولية وثقة وقت بتحسي اللي حواليك كلهم بسقوا فيكي فبتوصل إلى نقطة إنه أنت فيكي تعملي بزنس فيكي تكبرت أو كبيرتي بسقة الناس اللي حواليكي فالثقة هي عامل الأساسي اللي فينا ناخد فيه خطوة لحتى نبني عليه مشروع أخذنا الثقة الخطوة اللي بعدها حب كتير أني أنا بالنسبة لغازي عنتاب بالذات أني أعمل مركز كبير لتدريس الأطفال المركز لتعليم الفنون يعني خلينا نقول ننقل هدول الناس اللي عنده مواهب لمطرح تاني يحقوا فيهم أحلامه بس بسبب الظروف شوي بتأخر المشروع سنة عن سنة شفتي الصعوبات اللي بعد نعدي فيك نحن كسوريين في هذا البلد يعني فعلا هي التحديات مانا سهلة وأنتي كأم وفنانة والفن بده بال وبده هدوء وبده كتير تفاصيل على الانستجرام يمكن هي المنصة اللي انطلقت منها حلا برسوماتها بأنها بأكتر من الرسمة عملتي تاج أو رسمتي أشخاص مشاهير خبريني أكتر عن هاي التجربة كيف نقلت كمان بيعني هل عملت أثر فعلا حقيقي نقلة برسومات حلا أو بمشروع حلا؟ هل أنا أقول لك بالنسبة للمشاهير الرسم بالنسبة لي ما تغير بس صرت أستقطب بجمهور جديد جديد صرت أعطي خلينا نقول ضوء أو من طرف تاني على رسوماتي عن طريق المشاهير كان بيناتهم الممثل استاذ أيمن عبد السلام كتير مشكور كان شكره لشخصيته بالمسلسل الجديد اللي عم يعملوا لعبة حب كان كتير يشكر يمدح يبعث تسجيلات صوت كتير جدا فهي طبعا ما قبله كمان كتير مشاهير موجودين كتير حبوه بس هو كان فيه هذا الدعم كيف أثر على حلا وعلى لا الدعم طبعا يعني خليني أنه دوما بس بخايفة بصراحة أني أوصل لمرحلة كمان أرسم حدا أنه حادي ما كان حدا وقت اللي بيصير هيك هل صار أو لسه خايفة أنه ترسمي أنه ما يدفع معي تماما شكتير بيكون حزيرة باختيار الأشخاص حصرا ولو صار وحصار يا حلا ما أكيد لا يعني عبارة عن نعقبة من نعقبات مو الهز بالشخصية لا أبدا أو السيقة بالنفس ممكن تكون ما بعرف أوصف أفصرها بس هي مخيفة أنك أنت يوم يعني أنا على مستوى أني أنا مدت 15 سنة برسم أو أكتر للعشرين سنة برسم ما تعرضت لنقد أني أنا أوصل لا أني أنا لأرسم للمشاهير وأتعرض لنقد هذا اللي خايفة منه مع أنه الممثل هو مفنان بس من نوع آخر تماما أنه هو مو بمحل أنه ينقد رسمي هذا اللي بخاف منه ممكن مثل ما قالت يعني ممكن ما يحب أو ممكن ما يتفاعل تماما أسادزة كتير أنه ما تتصرفي هيك بالنسبة لهذا التكنيك ممكن أكون أنا كتير حب الرسمة وكتير أنه أنه واو أنا أشي عملت كنا نقعد على مراسم والمجسم اللي نرسمه بالنص والأسادزة تفتل وأنت عملت هيك وأنت خطأ هيك وأنت هيك ساويت فكانت الملاحظات دوما على قدم الوساق بس بتدفعك لأدام بتطلع على حواليك أنه هذا كيف رسم أنا شلون بدي أعمل هيك هاي الشغلات بتكبرك أما الشغلات اللي فيه بتتعرضي لناس ممكن بكلامهم الملغوم أنه ممكن يكسر بشخصيتك أو يهز شخصيتك بحالك هدول الشغلات اللي بتمنى أني أنا الناس ما أواجههم ولا إن شاء الله بناتي أو الناس ما أبوالي إن شاء الله ما بتتعرضي لهيك شي بس حتى هدول يمكن حلوات اللي بيمروا بحياتنا هن ندرس هن ندرس بخلونا نعرف يمكن بمطرح ما من الأشخاص اللي نحن كمان عم نتعافل معه وبتقدر فعلا تعبنا تعبنا يعني خلينا نروح شوي كمان لنحكي عن بما أنه حكينا عن الصعوبات اللي عم تواجهك ذكرتي أنك حبيتي تعلمي الأطفال وتروحي بهذا السياق وقلتي الثقة مهمة جدا ومن خلال عملك واليوم أنت يعني قدرتي تبني دائرة من الثقة مع الأمهات تحديدا اللي فعلا وثقوا أنه هنا يبعثوا ولادهم ويتدربوا ولادهم لحتى يطوروا موهبتهم قديش كمان هذا خلينا نقول هذا لفل آخر أو مرحلة تانية بأنه واحد يطور مشروعه الخاص كيف فكرتي أو كيف بتفكري دائما أنه حلا تاخد مشروعه لمرحلة جديدة يفتح لسوق عمل جديد أو مرحلة عمل جديدة وهي كمان تكون عم تنفذ شغفه هلا أنا بتمنى عن طريق دعم يكون من مسؤولين ضمن البلد عن طريق مدارس معترفية حكوميا هيك بخطر لي أنه ممكن كتير نفيد أكتر هلا شلون حسيت بالنسبة لهذا الموضوع بالنسبة للأطفال بناتي كانوا بالمدرسة وشلون ما تحركوا بالمعاهد بالكورسات اللي يروح عليها وين ما يشوفوا أي حدا عم يرسم خط ماما بترسم ماما واو كل شي بتعمل انتو بتعرفوا ماما شلون بترسم سوبر هيرو تماما أوكي فنظرة بناتي لألي أنا بتخليني هي مو أني ما أنسى أو أتكاسل أو أبعد أو لا بالعكس لو صار في علي ضغط أو جهد من نوع معين لا بنسى كرمال أني أنا ما أنزل من عينهم أو مو ما أنزل من عينهم خليني أكون أحافظ عصورتي بنظرهم الصورة الحالة فالصورة اللي بنقلوها لرفقاتهم رفقاتهم بيجوني حتى بنتي الثانية بالروضة في عندي طالبة رفقة بنتي الوسطانية بالروضة ما بتعرف ترسم الأحرف رسمة فضيع بالروضة فهدول المواهب اللي صغيرة إيديهم هيك صغيرة بس بترسم بطريقة فنانة يعني هدول الأهاليهم وهن الأتراك وبدوا بحطوا ولادهم بين إيدي فأنا يعني أنا وين؟ فبتستمت يعني اللمعة اللي بعيونك حالة والمتعة يعني كتير واضح قد أنت مبسوطة وقدم يعني فرحانة بأنك أنت عم تلحقي شغفك وتحولي شغفك لعمل لمهنة وبنفس الوقت أنت عم تحققي الشي اللي أنت بتحلمي نحكي اليوم وين رايح مشروع حالة شو اللي عم تفكر فيه اليوم نحنا بين يعني بالأخير نحنا ببلاد لجوء صحيح كيف عم تحاول حالة تدخل هذا المجتمع التاني المجتمع التكري هلأ من جديد عملت كورس للأطفال بهاي الصيفية ويبار عن شهرين كورس مكسف لتدروس بالأسبوع كرمال أني حاول أعطي مدة أنه لنشوف وين نحن بهذا البلد وين نمشي وين نستقر كيف رح تكون الآلية العمل هون مع المستقبل إن شاء الله بتمنى أنه نفتح مراكز ببلادنا ببلاد تاخد مواهبنا بطريقة تانية تكسب المواهب والناس الموجودة هون كمية ناس موهوبة موجودة هون أنا بعرفها كتير كبيرة منهم زملاء معي في الكلية ما في عليهم أي تسليط للضوء لو كان في بلد خلينا نقول مو هون أكيد كنا كلياتنا كمواهب بمكان تاني فعلا يعني وهذا فعلا نحن اللي دائما عم نحاول نشتغل عليه يعني من خلال كل برامج روزا أنه نحاول نضوي على سواء كان المواهب أو المشاريع الخاصة أو أي شيء فعلا نحن كسوريين عم نشتغل فيه ويبدعوا فيه ببلاد اللجوء حلا اليوم يعني نورتينا بإنتي أبدعتي بكل شيء عم تعملي بدي أتمنى لك كل التوفيق وتمنى لك يعني عطلة عيد مبارك إن شاء الله وهيك تكون عطلة حلوة شكرا لأيكم شكرا لأتناءكم بهاي المواهب وتصلية الضوء عليها هذا كتير مهم بالتوفيق لأيكم كمان شكرا كتير لأيكم حلا لأنك كنتي معي لليوم بإنتي أتمنى لك كل التوفيق وتشوفي مشروعك بالمكان اللي أنت بتتمنى شكرا لك العفو خلونا مع بعض نروح لحتى نسمع ونشوف تقرير عن إحدى النساء اللي أنجزت بالداخل السوري ونرجع لحتى نكفي مع مشروع جديد وصمية جديدة خياطة الإدلبي كلها بتجي لأول اسمي حيات شيخ كريم من ريش سراغب أنا مهنتي كانت من قبل سابقا خياطة ونزحنا يعني جينا لأول ما في شي استعرت ماكينة يعني صغيرة من عن جارتي وبعدين لميت حط ماكينة واشتريت ماكينة صرت أشتغل بالخياط وبعدين حطيت بنات دربهم وبعدين الحمد لله معي معي صرت يعني تطور بشغلي لأني عطالع موديلات كويسة وعبق أنتي الشغل كويس والنيدي نسائي بالخص للأحجام الكبيرة في أحجام كبيرة نساء في منهم طوال يعني ما بيجي عليهم اللي بالسوق مسلا جاهز أو هيك كله الحمد لله ما بيأثر علي كله عطاله عندي الصعوبات إنه أنا فيتح الورشي بنفس بيتي هدفي إنه يعني يتعلموا يطلعوا مسلا يبدوا حالهم يكونوا حالهم لحالهم ما يعتازوا حدا بحب أطمح أكتر مثلا كبر أكتر حط بنات أكتر عدد بنات أكتر علمون بحب زيد ماكينات مثلا كبر شغلي أكتر جيب قماش أكتر اشتغل أكتر يعني كبر ورشتي ترجمة نانسي قنقر المشاريع النسائية دائما موجودة ودائما في نساء عم تبدأ بأبسط التفاصيل وتنقل حالة ومشروعة لما كان كتير مهم وكتير مميز في أفكار حلوة وأفكار جديدة بتصاميم مميزة وما بتشبه السوق أبدا هاد اللي بميز صاحبة المشروع اللي هي اليوم ضيفتي أيضا بإنتي أدى عن رح نحكي اليوم مع جود مشوح عن صاحبة مشروع حرير والاسم كفيل بإنه يشرح حاله بقطع حلوة ومميزة اليوم عم تكون عم تنعرض وعم تكون في سهولة للوصول في تفاصيل أكتر سمحولي نتعرف عليها معكم مع ضيفتي جود أهلا وسهلا فيك جود لليوم معنا بإنتي أدى وبروزنا أهلا فيك نور ويسلموا كتير على هالمقدمة جميلة أسعدتيني وشرفتيني بهالكلام الحلو شكرا جزيلا أهلا وسهلا فيك معنا لليوم جود يعني حرير والاسم يعني المميز خلينا يعني هيكي نعرف كل حدا اليوم عم يسمعنا وميتابعنا أول شي مين هي جود وبعدين رح نحكي عن حرير بتفصيل أكتر أنا اسمي جود أنا مهندسة معمارية من سوريا من الشمال السوري معلش خليني أدقق على هاي المعلومات أهلا وسهلا فيكي نص ديرية ونص رقاوية بلشت بمشروع حرير قبل فترة وأطلع إن شاء الله إنه تكون ماركة عم تصدر ملابس وتعكس تراثنا وحضارتنا وثقافتنا بداية للسوق التركي وإن شاء الله مستقبلا لأسواق أوروبا والعالم إن شاء الله يا رب يعني بتشوفي حرير بالمكان اللي بتتمني بس رح نحكي شوي عن حرير جود اليوم حتى اللي أنتي لابستيه هو من تصميم يعني تصاميمك وشغلك نحكي شوي عن التصاميم اللي عم تشتغلي عليها أو شو حرير اليوم وقت اللي بيقولولك حكينا عن مشروع حرير شو بتقليله صراحة نور أنا عم أشتغل بي كنت عم أشتغل بمجال بعيد جدا عن التصاميم وعن حتى الباكراوند تبعي كمهندسة معمارية بلشت الفكرة أنه أنا بشكل عام كتير عندي شغف بالشرقيات بشكل عام بهذا النوع من الألبسة اللي لها علاقة بالتراث وصراحة الفكرة طلقت أنهم من كوننا لاجئين فحسيت أنه بدي أشتغل شي على الأقل يساهم ولو بشكل كتير بسيط بأنه نحن نظلم تمسكين بهذا التراث اللي عن جد يمكن هو الشيء الوحيد اللي يضللنا بلشت حرير لأنه هو الشيء اللي يجمع بين الباكراوند تبعيتي كمهندسة معمارية ومهتمة بالتصاميم بشكل عام وبين حاجة السوق التركي والسوق الأوروبي لهذا النوع من من الشغل وهذا النوع من التراث فصراحة من هون بلشت الفكرة وكمان أنا حابة أستغل هذا المنبر يعني أنا كتير أسمع الناس اشتغلت ستارتابس وبلشت ببزنسز ودائما كانوا عم يحكون البعض منهم أنه الطريق صعب الطريق طويل فيه يوم أطبات أكيد أي عمل أي شيء بدك تبلشين به بيوم أطبات بس أنا حابة يعني أشجع من منبري هذا أي صبية أنه في حال كان عندك أي فكرة لا تخافين ولا تترددين من أنه تبلشين يعني أنا هلأ اليوم لما أفكر شلون بلشت حرير يعني أحس أنه كانت مثل الصدفة يعني فهي فكرة ويعني بطريقة يعني بطريقة هيك مثل السحر بلشت حرير والحمد لله يعني أنا اليوم بعد فترة عم أحس أني بلشت ألمس النتائج فحابة يعني هيك من خلال هون من خلال روزنا ومن خلال هذا اللقاء أنه أشجع كل الصبايا في حال عندك أي فكرة لا تخافين من أنك تبلشين بيها أخذي الخطوة الأولى ورح تشوفين أنه كل الظروف رح تساعدك أنه أنت تكمل وهذا كمان يعني باتفق معك هو غايتنا اليوم من استضافة وأنه يكون معنا صبايا عم يحكوا عن مشاريعهم الخاصة اللي هنا بدأوا فيها بفكرة بصدفة بجمعة حلوة أحيانا الأصدقاء بيكونوا عم يحكوا بيقولوا بيلفتوا نظر لحدا أنت عندك هاي الموهبة فكر فيها أكتر حاول تشوفها على أرض الواقع ففعلا دائما منقول لك الحدا عم يسمعنا الخطوة الأولى يمكن هي مخاوفنا اللي بترجعنا بس هي يمكن تكون سهلة لو أخدناها فخدوها وما تتراجع ولورا نحكي شوية جود حلير التصاميم والعبايات اللي بذاكرتنا وقت اللي نقول كلمة عباية معناتها عباقة سوداء مع التحديثات اللي دخلت ممكن يكون إلى شوية يعني اكسسوارات أو إلى شوية تفاصيل جود اشتغلت على شيء تاني مختلف تماما لغيتي اللون الأسود نهائيا خبريني أكتر هاي النقلة أو هاد التغيير بالمفهوم خليني سمي صراحة نور هلأ كوني من شمال سوريا وبالتحديد من دير الزور ومن الرقة فنحنا اللي باسنا التقليدي أساسا هو العباية وعبايات الحبر السود فصراحة أنا كنت عم أفكر أنه أنا شلو ممكن أجمع بين فكرة العباية ككونسبت وبين الأصالة والحداثة بحيث أنه نحنا نضل قادرين أنه نستعمل هذا الكونسبت بحياتنا اليومية فمن هون أجت الفكرة صراحة هلأ خليني أشرح لك نقطة عن منتجات وعبايات حرير عبايات حرير كذا قسم هلأ في قسم اللي هو عبارة عن تصميمي وتنفيذي ترسمي تماما تماما فأنا أنا أرسم الموديل أشتغل على كافة التفاصيل وصراحة يعني هو أكثر شي يميز عبايات حرير هي الدقة والتعب على التفاصيل يعني ممكن أنا أفكر بتفاصيل لأيام ممكن أي حدا يمكن ما ينتبه أو ما يكون مقدرك هذا الموضوع عش قد أخذ وقت فهذا القسم الأول اللي هو عبارة عن تصميمي وكافة الديتيلز في ورشة عم نتعامل معها هي عم بعد ما نخلص القسم الثاني هو صراحة من أسواق مختلفة يعني عم يجيب قسم من دوباي قسم من أربيل وفي قسم أصلا حتى من السوق المحلي التركي بس دائما عم أخذ بعين الاعتبار لما بدي أأمن أي قطعة أو أي قطعة بدي أضمها صراحة لمجموعة حرير فدائما أكون كتير حذرة أنه تكون هاي النقطة تعكس الرؤية تبعي حرير يعني أنا اليوم ما في قطع أحطها بشكل اعتباطي على صفحتي أو أحاول أسوقها دائما أحاول أربط كل الأفكار وكل المنتجات اللي أنا عم أأنتجها وعم أسوقلها بفكرة التراث والثقافة والحضارة اللي هي فعلا بالأصل انطلقت منها فكرة حرير وفكرة وجود حرير إذا تسأليني ليش حرير كمان الاسم أخذ مني كتير وقت لحتى أفكر إنه إيش فيه شي إيش فيه شي خرجي عبر عن فكرة مشروعي فرجعت كتير لورا وفكرت بالأقمشة ولقيت إنه فعلا اسم حرير كتير يعبر عن أنا شلون بدي العملاء يتذكرون منتج حرير مثل ما نعرف كلياتنا زمان لما نبدو هم يحكون ينضحوا شغل تماما مثل الحرير تماما فمن هون صراحة انطلقت فكرة تسميت حرير حرير للمشروع وفعلا هو اسم مميز شكرا جود اليوم التقديم مثل ما قالنا بشكل مختلف للعباءات عم نشوف ألوان عم نشوف تفاصيل حلوة كتير عم ينتنطرح البداية كيف أخذت خطوة حتى خلينا فعلا نحكي كيف بدأت جود لحتى كل الصبي يعني تسمع اليوم تتشجع أنا عندي موهبة وفيني أخذ أحيانا كل حدا بيفكر أنه أنا عندي فكرة بس لأبدأ لازم يكون معي مبلغ مالي كتير ضخم لازم يكون معي كتير فريق داعم لازم وكتير هاي التفاصيل بتخلينا نرجع ألف خطوة كيف بدأت حالي شكرا كتير على السؤال السؤال المهم نور صراحة يعني مثل ما شرحت لك من شوية أنا كتير حبة يعني هلأ استغل الفرصة أنه كل البنات يتجعون مثل ما حكيت لك أنا لما أفكر بعبير يعني أفكر بحرير كتير يعني تيجيني الضحكة أنه شلون بلشت فهو صراحة القصة كل آياتها بلشت وقت العيد الماضي هلأ ما أخفيكي الفكرة أنا تقلها سنين براسي وأنا بدي أعمل وبدي أعمل بس تعرفين مشاغل الحياة وكوني أم وكوني عاملة فشوي أحيانا القصص تنخبط تضغط صحيح فأنا بلشت أني أنا رحت نزلت على السوق وجبت قماشا وجبت الكلفة وحكيت أنه خليني أجرب أشتغل شغلة إلي يعني مو ضروري تكون حرير سبحان الله مساء وبنفس اليوم كنت عما تصفح السوشال ميديا وطلعت لي عبارة أنه إذا كنت خايف أنك تبدأ من شي فأبدأ فيه هلأ لأنه بكرة رحت تتندم أنك ما بلشت فيه حسيت أنه هاي إشارة عن جد نور حسيت أنه هاي إشارة وبلحظتها أنا أطلقت الصفحة على الإنستجرام بدون ما يكون عندي ولا قطعة لسه أطلقت الصفحة وبلشوا أصدقائي طبعا الحمد لله أنا أحمد رب العالمين أنه عندي مجتمع داعم جدا يعني ابتداء من عائلتي وزوجي وأصدقائي وصديقاتي يعني كان عندي كتير مجتمع داعم لهذا المشروع فأنا لما أطلقت الصفحة حسيت أني تورطت خلاص سمعت تماما ولا الرجوع تماما أنه أنا إش عملتم حالي وفعلا بعدها وقت أطلقت الصفحة وحسيت أنه لا خلاص يعني الموضوع صار جد البجت كانت يعني يعني مبلغ ما بدي أحكي رمزي بس مبلغ جدا قليل يعني فهو حق شوية أقماش حق شوية كلاف هيك رسمت التصاميم التصاميم طبعا كانت ببالي وفي عندي هيك تصورات معينة رسمتها واتصلت على الورشة ورحت وهيك وبطرف يعني تقريبا خليني أقول 15 يوم كان عندي شي جاهز أني أنا أسوحه حلو كتير فأنا لما أرجع أفكر بالبدايات كتير أكون ممنونة كتير أكون ممنونة للي نزل هاي العبارة اللي خلتني عن جد أني أبدأ بهذا المشروع اللي صال لي زماني كتير عم أفكر بي فهيك والله كانت البداية يعني يا جماعة لكل حدا عم يسمعنا دائما مول البدايات مكلفة جدا ومش يعني فينا نبدأ فعلا وقت لنقول بدأوا من الصفر ومنسمع هاي قصص النجاح اللي بدأوا من الصفر بأبسط الإمكانيات هي قصص حقيقية وموجودة واليوم ضيفاتنا أكبر دليل على هاي المشاريع اليوم فعلا حرير يعني فيكن تبحثوا عنه على إنستجرام وتشوفوا أنه فعلا اليوم فيه ناس عم تتابع جود وعم تتابع حرير وعم تتواصل وتشتري يعني توصي على هاي كيف الأقبال جود يعني حتى نشجع كل حدا كمان صراحة نور يعني أنا وقت ما بلشت ما كنت متخيلة أنه الموضوع راح يكون ياخذ هذا الصدى فورا فهو كمان كان يمكن تاريخ البداية كنت موفقة فيه أنه كان آخر رمضان العين والعالم تعرفين بهذا الأوقات كتير كتير تكون متحمسة إنها تلبس شيء تقليدي إلو علاقة برمضان وبالأجواء الرمضانية بشكل عام عاديلي إيش كان السؤال السؤال كنا عم نحكي عن إنه البدايات من الصفر والتشجيع للناس إيه فالإقبال فحديثنا على الإقبال كان فالإقبال كان كتير جيد صراحة وأنا انصدمت بكمية الإقبال اللي كان عم يجي وانصدمت أنه في عدد كبير من المتابعين وأساسا في عدد كتير من الناس اللي كانت تطلب هي ما نها متواجدة حتى بتركيا هي كانت بالسوق الأوروبي أكثر يعني هلا أنا أكثر العبايات اللي عم أبيعها واللي عم أنتجها عم يتم تصريفها على السوق الأوروبي يعني ألمانيا هولندا بلجيكا حلو فيعني ما أخفيكي كانت مفاجأة سعيدة إنه بوقت قياسي أنا أعتبره أقدرنا نوصل لشريحة واسعة من الناس جيدة من الناس رقم جيد تماما واللي بسطني أكثر صراحة وحقيقة أنه العالم مهتمة أنه تحافظ على هاي التقاليد تحافظ على هاي التقافة وتحاول أنه الظلم تمسك بيها صراحة أنا أعتبر هذا هو نجاحي الأول لأنه لسه عم أحاول أخلق هذا الجسر بين الحداثة هلأ والحياة السريعة ورتم الحياة السريعة وبين الأصالة والثقافة وحضارتنا نحن كعرب اللي صراحة بعد ما طلعنا من بلادنا فأنا من وجهة نظري هي الشيء الوحيد اللي لازم نضلع من تمسك منه حرير اليوم يعني عم يرسم مثل ما قلنا خطه الخاص وعم يرسم يعني الوجهة خلينا نقول الصورة اللي بيتميز فيها حكيتي نقطة مهمة جود هو يعني مش بس بتركية أنت عم تحاولي توصلي لأوروبا يعني عم تحاولي يكون المنتج أو المستفيدين بأي مكان بالعالم أدي سهل اليوم كمان أنه نحن نوصل لكل الناس نوصل الشيء اللي عم نشتغل عليه هل اللي يساعدك السوشال ميديا شو اللي يساعدك لحتى اليوم جود تفكر أنه لا أنا فيني أوصل لأي حدا بأي مكان فينو يطلب هاي القطعة من عندي صحيح لا بلا شك أنه رتم الحياة هلأ الحالي وطبيعة حياتنا هلأ تعتمد بشكل كبير على السوشال ميديا يعني أنت اليوم تعتمدين على السوشال ميديا بكل جوانب حياتك إذا بداك تروحين على مطعم بداك تشوفين إذا بداك تروحين على لوكيشن معين تستعملين السوشال ميديا فبلا شك هي السوشال ميديا غيرت كل شكل الحياة بما فيها الحياة التجارية فالأمور ما عادت مثلا أولي تفتحين محل يجونيك الناس لا هلأ صار عندك الفرصة وصار عندك التولز اللازمة مشان أنت توصلين لكل العالم فصراحة الموضوع ما عاد كتير صعب أنك أنت توصلين لأي 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 مكان بالعالم صراحة اللي ساعدني هو بلا شك السوشال ميديا أكيد واللي ساعدني كمان أنه صراحة بي لسه فقر بالسوق سواء السوق المحلي التركية أو حتى السوق الأوروبي لهذا النوع من المنتجات فالحاجة بالسوق هي اللي كمان ساعدتني أني أوصل لهاي الشريحة الواسعة وبلا شك أكيد السوشال ميديا نحكي شوي الهاند ميد أو يعني الشغلات اللي بتنشغل بالإيد هي الكلب يعرف أنه هي بتاخد جهد أكتر تكون متطابقة وبالتالي هي أوريدي بتكون تكلفتة أعلى من الإنتاج نحني عم نحكي عن إنتاج يعني سيدة هي عم ترسم وتصمم وتنتج بيختلف الأمر أكيد عن أنه يكون في معمل عم يصنع أو عم يصدل كيف تعملي هاي الموازنة أنك أنت يعني تعطي سعر يكون فعلا مناسب للناس وفعلا تكوني أنت حريصة على أنك تكوني كواليتي جيد دقة بالتفاصيل ما ينحط نقطة على اسم حرير بلاشا شكرا كثير على هذا السؤال بلاشا كنور أنا من أول الأسئلة اللي كانت العالم تسألنيها لما أبلشت حرير أنه شلون الأسعار هالأسعار من المريخ هند ميت صراحة كان التوجهي من البداية أنه أنا ما بدي أخلي حرير أو ما بدي أخلي حرير ومنتجات حرير هي موجهة لطبقة معينة بس لا أنا بدي أحاول أنه أخلي حتى منتجات الهند ميت لا خلينا خلينا نشتغل مشان تكون متاحة للجميع هلأ بلا شك مثل ما حكيتي أي قطعة هند ميت وقطعة حرير فهي أخذة كتير وقت وكتير جهد وتفكير بالتصميم والتنفيذ بس رغم هيك عمي تم تقديم منتجات حرير بطريقة وبأسعار متناسبة وفي متناول للجميع ليش؟ لأنه أنا هدفي الأول أكيد هدفي الربح وإني أعمل أنا اليوم تكبر البراند وتوصل لكتير عالم بس كمان هدفي مثل ما حكيت لك بالأول بي عندي هدف أكبر اللي هو أنه خليني أساعد العالم أو خليني أكون عم أعمل لأنه نحن لسه نكون متمسكين بأصالتنا وبثقافتنا فموضوع التكلفة هو من أول الأمور اللي أنا كنت حطب بالي أنه لا أنا بدي أعمل قطع بجودة عالية بس رغم هيك تكون في متناول يد الجميع وما تنحصر بفئة معينة اللي هي الفئة اللي قادرة تدفع مبالغ طائلة وهذا الموضوع يعني انعكس على البضاعة بحيث أنه أنت تلاقين طبعا مثل أي براند ثاني تلاقين قطع تكلفتها قليلة فهي تناسب في أمعينة تلاقين قطع بيها شغل أكثر فهي مثلا ممكن يكون سعرها أكثر فحاولنا أنه نوفر كل الخيارات اللي هي تتماشى مع الكل بس بشكل عام يعني بالمقارنة هلا أنا في عندي باكراوند اللي ها علاقة بالبروجيكت مناجمنت فبالمقارنة مع الأسواق ومع المشاريع الثانية رح تلاقين أسعار حرير جدا 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 مناسبة وفعلا بمتناول أيدي الجميع يعني أنا مثلا أشوف أحيانا العالم هي ستيت يعني تتلبك لما تسألني أنه هاي القطعة بش قد أو هاي القطعة بش قد فأنا كتير حريصة يعني دائما أو أنشر هاي الفكرة أنه حرير هي للجميع وهي لمتناول أيدي الجميع ومانها لطبقة معينة فقط وفعلا يعني يعني مثل ما قلنا جود دائما وقتل نقول هاند ميد فنعرف حال نرى سعر عالي يعني أنا مبارح كان إلي تجربة بالموضوع يعني كنت عم أسأل عن قطعة فكان الرقم فعلا خيالي ففعلا اليوم هي كمان دعوة لكل صاحبات وأصحاب المشاريع اللي عم يشتغلوا هاند ميد أكيد الجهد مقدر وفعلا نعرف قد يكون متعوبة عليه التفاصيل بس فعلا نحن بحاجة أنه تكون هاي القطعة مثل ما قلتي متوافرة للجميع لكل بيقدر يشتريها ويكون كمان الكواليتي جيد ما يكون على حساب الكواليتي وأنتو كمان تكونوا ربحانين بهي المشاريع صحيح السوشال ميديا والدائرة الداعمة جود بتلعب دور كتير كبير بأنه ندفع بهذا المشروع خطوة للأمام أو خطوة للوراء أكيد تحاول جود ناس متل ما قلتي ناس تدعم ولكن بدي أحكي شوي عن ناس اللي رجعتك أو حاولت أكيد موجودين أيضا اللي حاولت ترجع حرير خطوة للوراء أو ترجع جود خطوة للوراء كيف بتتعامل عن جد اليوم صاحبة المشروع بتشوف تنصحية من تجربتك وقت تتعرض لهذا الدفع للوراء إنها هي تتجاوز وتكفي شكرا نور هلأ صراحة وبكل شفافية الحمد لله الفئة الداعمة والمجتمع الداعم كبر بكتير من الناس السلبين السلبين واللي بطريقة وبأخرى حاولهم يوقفون بوجه حرير بشفافية وبصدق وبأمانة ما كنت أشوفها دولة العالم إلا كدافع لقدام يعني أنا أي صبية وأي شخص كان عم يحاول يعرق المشوار حرير بطريقة وبأخرى وهذه العالم موجودين في كل زمان ومكان وراح يبكون موجودين فلازم نتعامل معهم بواقعية صدقيني أنا كبشر بالنهاية يعني قد أتأثر لفترة بس ولا مرة ما حسيتهم إلا هم عم يعطوني دافع كتير لقدام وعم يحسسوني إنه أنا موجودة لأنه صراحة أنت اليوم لما تكون موجود وعم تقدم شيء فطبيعي أشخاص ثانين يشعرون بالتهديد بطريقة وبأخرى فلا دائما كنت لما أتعرض لأي موقف من هاي المواقف كنت أحس لأ معناته أنا موجودة وعم ما أعمل شيء ولذلك عم تطلع هاي الآثار الجانبية فأنا يعني أشجع كل صبية في حال تعرضت لأي نوع من العقبات خلص تعاملي معها على أساس إنها دافع لقدام وعلى أساس إنه أنت موجودة عن جد وعم تعملين شيء لو ما عم تعملين شيء ما حدا رح يفكر بيكي ولا حدا رح يفكر يعمل لك هاي القصص أو يحكي عنيك بطريقة سلبية فهيك شكرا يعني جود لأنك فعلا عم تحكي بكل التفاصيل بيشف فيه عن الشيء اللي برأتي فيه قبل ما أختم معيك اليوم قديش بتشوفي إنه الدعاي والإعلان عن المنتجات من خلال المشاهير على السوشال ميديا من خلال الناس اللي بنعرفه من خلال إنه نكون بمعارض عم تقدم هاي المشاريع رح يعطي دفع للمشروع ويعني يعرف الناس أكتر عليه هلأ بلا شك الإنفلوانسرز والمعارض لها دور كبير بأنك أنت توصلين لشريح تيك المستهدفة أنا بالنسبة إلي كجود وكمشروع حرير لسه ما وصلنا يعني ما أشوف حالي بالمكان اللي مثلا ممكن يعني ممكن أشارك بمعارض يعني لسه أحس إنه لسه بكير ممكن بعد فترة أشارك بمعارض أو أتعامل مع أي إنفلوانسر بس بالوقت الراهن ما نهى ضمن خطتي على الأقل قريبة الأمد بعيدة الأمد أكيد كلاياتنا نحن نطمح للانتشار لأنه هو الدافع الأول للربح ولأنه أنت توصلين لعالم ولزباين محتملين القصة اللي أنا حاليا أعتمدها هي موضوع المسابقات يعني أحسه يجمع بين فكرتين فكرت أنه أنت عن طريق شروط المسابقات توصلين لعالم وبنفس الوقت أنت تعطين فرصة لحدا أنه هو يجرب منتجك حتى لو ما كان عنده أو حتى لو ما كان يعني ممكن يكون متردد أنه يشتري المنتج أو متردد فأنتي عطيتي يعني أنا بالنسبة إلي هي وين وين يعني أنت شرتي شوي وعطيتي فرصة لحدا أنه يجرب المنتج وفعلا هي من الخطوات اللي كتير من الصبايا بيعتمدوا يعني بتساعد فعلا بشكل أو بآخر أنه يوصل المنتج وترتفع الصفحة اللي هنا ما اعتمدينها لتسويق مشروعهم وهي فعلا بتساعد ختاما جود اليوم شو بتقولي لك الصبية اليوم رح تبدأ مشروعة ولكن ما تردده أكيد أقولها لا ترددين يعني أنا لما أفكر بظروفي أنا أم صبي لسا عمر 3 سنين مص مهند الله يحمي الله يخليكي وعاملة بدوام طويل من التساعة للستة المساء فأنا ما عندي وقت أبدا ورغم هيك بلحظة أخذت قرار أنه لا أنا رح أبلش وبلشت والحمد لله بفترة قياسية عم محصد ثمار هذا القرار فعن جد أرجع أحكيي وأشجع كل صبية وكل أم أنه لا تترددين وحتى لو أنتي كان عندك منهكة من كثرة الأعباء صدقيني لما تعملين شيء لإليك لإليك لنفسك راح وتجنين الثمار راح تحسين براحة فضيعة يعني فلا تخافي من أنك تبلشين دائما خذي الخطوة الأولى والكون كل ياته راح يساعدك مشان أنتي تكملين وتوصلين لهدفك شكرا كتير جود لأنك أنتي معنا اليوم بأنت أدى ولأنك نورتينا بستوديو روز أنا بتتمنى لك تشوفي براند حرير بالمكان اللي أنتي بتتمنى وتوصلي بأوروبا بالعالم العربي بأي مكان الناس تحكي بحرير والجودة اللي بيقدمها حرير شكرا كتير لألك لأنك أنتي معنا اليوم وشكرا إليك نور عن جد اللي عم تعملينه كتير مهم وشكرا جزيلا إليك لتصليط الضوء على هاي المشاريع وعن نساء العاملات والنساء اللي عم تبلش هلأ عمل جديد وبحاجة دفع ولو معنوية فشكرا كتير أنك أنتي عم تلعبين هذا الدور شكرا كتير لألك جود ونتمنى فعلا أنه نحن نكون عم نحط يعني ولو دفع صغير لهي المشاريع لنقدر نساعد النساء في أنه يتسلطوا الضوء على مشاريع كل الشكر لحضورك معنا لليوم لأنك أنتي معنا اليوم شكرا إليك اسمحولي مع بعض نروح لحتى نسمع ونشوف رسالة سفيرتنا لليوم أوعد تنطر فرصة تجي لعندك اسمعي فرصتك بنفسك وبلشي مشروعك الخاص مش ضروري الأمور تكون مثالية وتكون الرؤية واضحة تماما بالنسبة لك لما تبلشي أثناء رحلتك وطريقك رح توضح الأمور بالنسبة لك رح تعرفي شلي بدك توصلينه رح تكتشفي شغفك أهم شيء أنك تبدأي وطريق الألف ميل ببلش في خطوة أنت أدى كل الشكر لك الميل رفقنا على السمع وعلى البثء المباشر بحلقتنا لليوم من أنت أدها بدي أتمنى لكم عطلة عيد سعيدة وتبقوا دائما بألف خير بودعكم على أمل لقاء فيكم الأسبوع الجاية بحلقة جديدة تبقوا بألف خير ترجمة نانسي قنقر